إزاي نستثمر فصل الصيف عشان نقدر نخسر وزننا؟ يترى فصل الصيف نقدر فعلاً يبقى فيه الحرقة أقوى وأسرع للدهون في حالة أن احنا وزبنا على التمارين الرياضية ولا مش حيفرق معنى قوي الدايت لوحده ممكن يكون كفاية أن احنا نقدر نوصل للوزن المثالي المضبط ولا التمارين والألعاب ممكن تكون حافظ قوي وممكن تكون مؤثر في فصول الصيف أو في شهور الصيف إحنا لما ما بنخسرش وزن لكن شكل الجسم بيتغير تب يفرق معنى ولا مش بيفرق معنى؟ طبعاً بيفرق أكيد بيفرق طبعاً بس هو إحنا كنا دايما نقول أنه فصل الشيطة ما بنقدرش أن احنا نخس فيه وبنفضل ناكل الشيطة بأكل فبنفضل ناكل والجواكد بالداري ده كلام اللي دايما نحنا بنقوله لكن بيقوله أن احنا في الصيف نقدر أن احنا بالفعل نخس سواء من خلال العداد بتاعت الصيف من خلال الحرك الكتير من خلال دراجات الحرارة فيه تفاصيل كتير قوي هنعرفها دلوقتي منذ فتنة في الستوديو كابتن دورية نادر مدربة الفتنس والياقة البدنية اللي من ورانا صباح الخير عليك يا كابتن صباح الفل أخبارك إيه؟ كل حال والحمد لله الحمد لله يا رب دايماً هل فعلاً نقدر نخس في فصل الصيف أكتر من الشيطة؟ يعني لو نتكلم بشكل علمي قوي الحرق في الشيطة طبعاً بيبقى أعلى فعلاً وده الناس ما تستهربوا لأن درجة حرارة جسم الإنسان بتبقى ستة و تلاتين مثلاً ستة و تلاتين ونص اللي في الشتاء بيبقى الجو بارد فالجسم بيبزل مجهود وبيبزل طاقة عشان يعرف يدفي نفسه زي ما بيقولوا لكن في الصيف بنعرف نخس أكتر لأسباب كتير بنعرف نخس أكتر لأسباب كتير عشان إحنا عندنا اليوم بيكون طويل فبالتالي نقدر نمارس الرياضة ونقدر نزبط أكلنا أكتر في الصيف الواحد برضو بيبقى مهتم قوي بمظهره أكتر من الشتاء عشان البلاوة دي مبقى نش فبيهتم قوي بالرياضة والتغذية بتاعته بس إحنا في الصيف بنبقى مقبلين أكتر على نحن نشرب حاجات سقعة نكل حاجات سقعة آيس كريم وغيرها فده هو اللي أعتقد ممكن يزود الوزن زيادة بصي هو في الشتاء بنبقى جعانين أكتر في الصيف بنبقى أقل حتى لو الحرق هناك أعلى بس هنا أقل بس نقدر نمارس الرياضة اللي زي ما أنت قلتي أنه طبعاً بنزود سوايل أكتر فبالتالي ما بنبقاش جعانين أكتر فالمفروض نستغل الموضوع ده بس الناس مبتعاملش كده لأه كلنا مش الناس ده إحنا مش الناس طب هل رتفاع درجات الحرارة ليه تأثير؟ لا الناس فاكرة أنه لما الجوي يبقى حر قوي فالدهون مثلاً كده هتسيحة أنا نهارق وتعفى خلاص دهون نزلت يعني إحنا مبون كده بنفقد مية أكتر عشان كده دايماً بننصح الناس أنه في فترة الصيف لازم يزودوا نسبة المية بتاعتهم عشان المية اللي بيفقدوها لكن أنا مش بنزل دهون غير بنظام صحي أكلي يعني وبتمارين لكن وأنا قاعد كده مش حتى لو بعرق كتير مش هفقد دهون هفقد بس مية إيه الفيصل عندي؟ الميزان ولا الباديشيب أو شكل الجسم؟ شكل الجسم طبعاً هي بسع لا طبعاً شكل الجسم عندي هو الفيصل لأن فيه ناس بتخس بتخس مية قوي وبتخس عضلات أنا عايزة الناس ... نزول المية ده جميل لكن العضلات هوا اللي مش كي عايز بالضبط ولا أنت مش موافقة أصلا عن ذو المياه مش حلو قوي أن احنا ننزل مياه قوي من جسمنا احنا لازم نعوضها على طول لكن أهم حاجة عندي أن أنا منزلش عضلات كتير لأن أنا أصلا شكل الدهون عندي حتى لو أنا فاكرين لمسأل بتاع زمان لما كانوا بيقولوا لنا إيه أكبر كيلو قطن ولا كيلو حديد هو الموضوع زي الدهون والعضلات أنا كشكل الدهون عندي الكيلو كده والعضلات كيلو كده طب خلينا نجاوب بس للناس الكيلو قطن هو نفس الكيلو حديد لاتنين هم لاتنين كيلو أيوة بس الفرق في الشكل أنت كنتش تعرف إيه ده لا أتحذر كنت عارف طبعا بس في الشتار نحن لسه بنوضح يعني لا أتحذر ده كيلو ده كيلو لأ في نفس الوقت فعلا أنا أصلي في الشكل يعني الكيلو العضلات هيبقى كده كيلو الدهون هيبقى كده فأنا لو خسيت اتنين كيلو دهون هيبقى شكلهم فرق أوي كأنني خسيت مثلا عشرة كيلو من جسمي حتى بتحسي أن الناس فجأة والشهة بقى باهت وداخل لجوه دهون زهرت وصيركلز بنت أو هلات بنت تقلعي لأنه فقط جزء كبير قوي قوي من العضلات في جسمه والمية وده من الصح لازم ننزل نزول صحي إيه تاني من الإشارات اللي بتقول للشخص أنت فقدت مية أو فقدت عضلات مش دهون إيه الحاجات اللي ممكن تباني تاني على الجسم الشيء بتاع التراهل لو الجسم فيه تراهلات يبقى أنا كده فقدت جزء كبير قوي يعني ممكن يكون فيه تراهلات مثلا في منطقة البطن فيه زيادة وفي نفس الوقت الوش شاحب مثلا مخطوف زي ما بنقول كده بالزبط هتلاقي حتى في كل الجسم يعني هتلاقي مثلا حتى الدرعات بتاعته خست قوي قوي بس بتراهل مش خسان عادي ده بسبب أنه هو فقط جزء كبير قوي من معضلات بتاعته بحس دايما إن الجسم زي كوباية بيتملي من تحت لفوق يعني بنبتدي دايما من منطقة الأرداف والجناب وبيخس من فوق دايما لما نيجي مفضي كده بيخس من فوق لتحت برضو في أماكن بيبقى فيها تجمع الدهون أصعب على حسب العدب بتاعتي يعني الموضوع معتمد على العدب بتاعتي والعامل الوراثي كمان أنا العيلة بتاع تاريخي العيلة بتاعتي بشكل جسمه عامل ازاي وبيعتمد كمان على أنا بمارس رياضة ولا لا كل ده بيفرق طبا بس لا يا ربنا خلقنا الدهون عندنا والعضلاء بتوزع بشكل منطقي وبشكل مظبوط ومتساوي في الجسم كله مالهاش علاقة طيب خلينا نشوف بقى النظام الأكل نعمل ايه في الأكل في الصيف أنا لو إحنا عايزين نخسر دهون ولا بنتكلم على لايف ستايل عادي لا لا عايزين نخسر دهون إحنا أهم حاجة عندنا إن إحنا نبقى عارفين مصادر الطاقة بتاعتنا إيه في اليوم أنا محتاجة إن أنا يبقى زود بروتين بتاعي الدهون تكون مصادر دهون صحية زي السامنة البلدي بتاعتنا زيد زدهون الكلام ده بلاش الزويت المهدرجة لأن فيها صعرات عالية قوي وهي كمان مضرة حاضر النشويات إن أنا أخد نشويات معقدة عشان نشويات معقدة يعني هتقعد في الجسم أكتر فبالتالي هتحسسني بالشبع أكتر النوم بتاعي من الحاجات برضو اللي محتاجة إن أزبطها يعني ما ينفعش أبقى أزبط أكلي قوي والرياضة ومبوز النوم بتاعي عشان الهرمونات لما بتطلق بط في الجسم سبب النوم هتخزن عندي دهون أنا طبعاً الكلام مؤثر فيكو قوي إيه النظام الغذائي اللي أقدر أتبعه؟ مقدرش أقول نظام غذائي ينسب الناس كلها لكن أقدر أقول إن كل واحد على حسب ظروفه لناسبك مش هينسب غيرك لكن أنا عموماً كل وجبة بتاعتي يكون فيها دهون ونشويات وبروتين تمام تمام ولازم أخلي فاصل ما بين عندي ثلاثة أبشن يا أخلي فاصل ما بين ده الناس اللي عايز تفقد وزن يا أخلي فاصل ما بين الوجبات من ثلاث لخمس ساعات الأبشن الثاني إن أنا أعمل نظام الصيام المتقطع ده من أكتر الأنظمة المفيدة للناس إن أنا بصوم من 12 ل 16 ساعة في اليوم والنظام الثالث الصيام العكسي خلينا نربط الموضوع أكتر بيكونك مدربة للياقة أنا دلوقتي لو رايح الجم مثلاً أو هتمرن أو مفروض أكل إيه قبلها ما كلش إيه بعدها التفاصيل لي أنا باعتمد على السعرات الحرائي على مدار اليوم لكن إحنا دايماً بنقول للناس إن إحنا قبل التمرين نأخذ حاجات فيها نشويات عشان تدينها طاقة زي مثلاً البطاطا الموز الكلام دايماً بقول لأخذ موزة وقهوة لو تسمعوا الموضوع ده وبعد التمرين يفضل أن أخذ بروتين أنا شفت مرة كنت في النادي وشفت واحد بيأكل طبقة ماكرونة كبير قبل التمرين أنا استغرقته بصراحة ينفع؟ ممكن دا يا سهل آه بس لا وهو ضمن السعرات بتاعته لو ده ضمن السعرات بتاعته بتحسب يعني؟ طبعاً مفروض يعني مش حد يحسب صغرات الحرارية والحرارية صحة لا يا سهل الموضوع بسيط ودلوقتي الأبليكيشنز اللي بقيت موجودة على الموبايل ممكن سهلت قوي الموضوع ده طيب الكافيين علاقته اي بقى؟ في ايه؟ الكافيين والقهوة دايما يتقالك وانت رايح للجيم قبل الجيم خد قهوة وموزة احنا عارفين الموزة عشان احنا عايزين فوتاسيوم علشان نفقد دهنه بتتدينا بس طاقة وباور بس عادي في ناس عندها حسين انا واحدة من الناس عندي حسين كافيين لو شربت قهوة يوم علي فبالتالي مش هختار الاختيار ده على حسب تعودك انت يعني انت متعود على ايه تنفزه؟ طيب احنا لو بنقول ان احنا عايزين نفقد وزن من اماكن محددة وفي ناس ممكن تبقى عايزة تزود وزن اماكن محددة بحس ان الجسم يبقى شكله متناسق تمرين ولا اكل؟ اللي تنتين يعني البنات مثلا دايما بتهتم اكتر بزيادة الجزء السفلي من جسمها والولاد بجزء العلوي فهتلاقي ان الولاد بيتمرنوا الجزء العلوي اكتر والبنات العكس الاكل بتاعي هو نظام السعرات بتاعتي يعني ده انسب حاجة التمرين احاول انا اتمرن كله عضلة من مرة لمرتين في الاسبوع ده انسب حاجة لو انا عايزة ازود الكتلة العضلية وحاول ازود الوزن بتاعي الاوزان بتاعتي او ازودها بالتدريج كل مرة في الجميع تمام بعد التمرين دايما بنجوع والشهادة تبقى مستوحة يعني لو احد بيدخل بتقلو كده على الاكل ده ممكن يأثر؟ اه على ايه؟ على زيادة الوزن او كده؟ مع الحسب لو انا برد سعرات؟ لو انا هاكل الاكل بالزبط بس لو انا هاكل لا سعرات لان انا بعد التمرين بيبقى ضميري مستراح جدا ان انا هامل العاوز زيادة هلازم اكافئ نفسي واكافئ نفسي مكافئة كويس هي فيه ناس بقى معتقدة متعبانة وهفتانة فيه ناس معتقدة ان التمرين لوحده هو كفاية يعني انا لو رحت اتمرنت ساعتين مثلا في اليوم او ساعة في اليوم فخلاص انا كده عملت اللي عليا فباكل براحتي عشان كان مش بيلاقوا نتائج لا صح ان انا الاكل مع الرياضة وحاول ازبط على قد مقدر يعني احنا مش بنضغط على الناس ان هي تمنع كل الاكل لكن لو انا صلحت عادة واحدة في اليوم هتفرق معي يمكن هو ده السائد دلوقتي يعني زمان كنا بنشوف الدايت بتبقى قائمة على منع النشويات منع الدهون منع الاكل كله مسلوق وحاجة يعني كانت صعبة جدا لكن دلوقتي كله متاح يمكن اسلوب حياة اكتر من الدايت وبقاش الاهتمام ان احنا ننزل 3 و 4 كيلو في الاسبوع هما لو 3 أو 4 كيلو دول في الشهر وسبتين ومرجعوش تاني اعتقد ونزلهم صح كمان نزلهم دهون بس مش نزلهم عضلات ده كمان بيفرق في شكل الجسم قوي هي الثقافة نفسها اتغيرت الحمد لله عندنا في مصر يعني ثقافة التغذية نفسها الناس بيتخلي بالها كمان وجود البدائل دايما للأكل يعني دلوقتي كل حاجة انهلسي بقى ليها بديل صحي في المقابل اي حاجة حتى لتشوكلت حتى السناكس والتشابس والحاجات دي كلها بقى ليها بديل فده سهل على الناس كتير قوي والناس بقى عندها ثقافة كمان ووعي الرياضة فتلاقي دلوقتي حتى العائلات كلها تدت تدخل ولادها في الرياضة غير زمان الموضوع ما كانش منتشر قوي كده صحيح طيب جزء مهم قوي ويمكن كلنا واخدين بالنا منه يعني مسألة زيادة منطقة البطن يعني مثلا بتلاقي الشاب بجسمه متناسق وما فيش اي مشاكل لكن عنده العوامة اللي بنقول عليها دي حوالينا البطن ازاي يقدر يتخلص منها وبعدين بنشوف بعض الفيديوهات كده على الانترنت مثلا يقولك لو عايزت تتخلص من منطقة دهون البطن فيه تمريم ممكن لو عملته في البيت تتخلص منها في خلال ثلاث شهور هل الكلام ده فعلا حقيقي؟ هي التمريم بتفرق يعني بتفرق فعلا بس هو الاساس كله طبعا الدايت بتاعي خصو منطقة البطن والجناب طب بيعمل دايت ليه لو كان جسم متناسق؟ انا بعمل دايت عشان جسمي كله انا ممكن ابقى رفيع جدا وتحسي ان انا الجسمي شكله صحي لكن انا عندي دهون داخلية اسمها دهون حشوية جوة مثلا تبقى على الكبد الدهون دي مضرة جدا جدا فانا لازم المعيارة عندي اشوف نسبة الدهون في جسمي عاملة ازاي اتخلص من الجزء بتاع البطن عشان هو ده المشكلة بتاعت الناس هو الدايت والرياضة الاتنين مع بعض ولازم استمر واصبر شوية مش همشي على الموضوع اسبوعين واقول انا بطني وانزلتش ليه لازم اروح جم ولا ممكن في البيت؟ لا طبعا ممكن في البيت عادي طيب لما نيجي نقول كده مثال اكل لمدة 3 ايام يكون فيه مقدور اغلب الناس ويكون ما فيهوش حاجات باهزة تكاليفة كتيرة ومش عارفة بقى حاجة حاجة بروتين بس تكون ناخدها من النباتات ولا حنعمل ايه؟ احنا عندنا البروتين زي ما قولت عندنا بروتين نباتي وبروتين حيواني لو انا ما عنديش امكانية مادية ان انا كل يوم اكل بروتين نباتي ممكن مش هيبقى قوي قوي زي البروتين الحيواني بس على قد ماضر ممكن اقل لسبة البروتين بتاعتي في اليوم يعني مثلا لو انا كنت باكل 200 جرام مثلا فراخ اخليها 100 جرام مفيش مشكلة لكن ما اقلش عن كده يعني ما اقلش عن ان انا اضرب وزن جسمي اقل حاجة اضرب وزن جسمي في واحد لو انا جسمي 50 كيلو هضربه في واحد يعني انا محتاج 50 جرام بس بروتين في اليوم ده اقل نسبة ما اقللش عن كده طيب كابتن بيقولوا انه نط الحبل بيحرق كل عضلات الجسم وتقدر لو انت مثلا بتقدر تنط الحبل في البيت تقدر ان انت تخس وتبني تعمل شكل لجسمك يعني هل ده صحيح؟ هو طبعا بيزود الحرق لكن ما اقدرش اعممه لان ممكن الناس تسمع الكلام ده وتروح تنط الحبل وهي عندها مشكلة في المفاصل فما اقدرش انصحب ده فدايما باختار الكارديو المناسب لصحته يعني لو هو مثلا راح لحد من بتقول علاجة طبيعي وقال له انت تمام يقدر يعمل الكلام ده في البيت اه يعني اقصد تأثير نط الحبل حتى لو في البيت وحنا عادين كده بنتسلة عشان في ناس بتلاقي صعوبة في النزول النوادي والجيم وكده بالزبط ممكن اعمل تمارين كتير قوي في البيت وانا موجودة مش محتاجة عندي اي ادوات او اي حاجة ممكن اعملها في البيت وهتجي فعالية زيها زي الجيمة عادي طيب طريقة التمرين هتختلف في الصيف عن في الشتاء يعني التمارين المعينة اللي هعملها في الصيف بتختلف؟ لا نفس التمارين لان هي نفس العضلات نفس الاكشن اللي بيحصل في العضلة يعني الاختلاف عندي على حسب الهدف اللي انا عايز ازود ولا انزل في الوزن الاجهاد الحراري مش بيأثر علينا لا هي والفيصل في الاكل طيب شرب المياه اثناء التمرين دايما يقولوا خلي معك ازادة المياه كده وانت بتتمرن التمرين مدته متزدش عن ساعة وخلال الساعة دي انت بتشرب مياه على فترات متقطعة خلال الساعة مهم جدا جدا نشرب مياه احنا بنتمرن بنفقد املاح في جسمنا فلازم على طول نعوضها املاح وسوائل فمحتاجين على طول نعوضها بالمية ممكن نحط كمان على المية لمون او ملح هملايا عشان اعاود بس الجسم اعاوده بالسوديوم اللي فقده فكرة ان احنا بندخل الالكترولايت زيادة للجسم دي اللي ما عندهش ثقافة ان احنا ندخل الفقد ده ده بك يسبب في حاجة للجسم؟ مش هتبقى مشكلة كبيرة قوي زي ما احنا متخيلين الا بقى لو الموضوع انا هتمرأ مثلا خمس ساعات ولا حاجة انما مش مشكلة وده اصلا ينفع نحنا فيه ناس بتعمل كده فيه ناس بلا يوم في الجم يعني هيباته يعني فاكرين ان ده هيخسسه يعني حتى لو كانت صحاته تساعد أو صحاته كويسة لكنه بالصحة طبعا انا عندي العضلة محتاجة يحصلها زي استشفاء يعني قوليها وقت معين عشان مصادر الطاقة في الجسم انا اللي باجي اتمرن فيه مصادر طاقة بتتفرس في جسمي عشان تأهل العضلة انها يحصلها نمو انا كده ببوز جسمي طيب هل تمرين الكارديو مفهولها سريع في نزول الوزن؟ من خلال اي يعني فيه ناس بتيجي مثلا الجيم تلاقيها بتلعب بس كارديو اعتقادا منهم ان ده هيخسسهم اكتر او هيزود الحرق وده غلط اكتر حاجة عندي بتزود الحرق هي ان تمارين المقاومة ليه؟ لان انا لما الكتلة العضلية عندي بتزيد والبروتين بتاع جسمي او العضلة بتاع جسمي بزيد ده هيعلي الحرق عندي اكتر وهيحرق دهون اكتر فلا انا دايما بنصح الناس ان هي تتمرن تمارين المقاومة وبعدها بتتمرن الكارديو وربع ساقة في اخر التمرين تمام طيب بعد التمرين واجبة بعد التمرين بيكون فيها ايه؟ بروتين نشويات ودهون صحية بوتاتس محمار لا لا مش معنا بوتاتس محمار بقى في اليرفراير اوكي ما عنديش مشكلة لكن في الزيت كده لا هي دي بقى البدائل اللي بنتكلم عليه هي دي بقى البدائل ده حقيقي وهبتطلع لي نفس النتيجة بالزبط طيب التمرين اللي بيمارسها كبار سن هي هي نفس التمرين اللي بيبارسها الشباب؟ على حسب هو بيتمرن بقى له قد ايه وعلى حسب هو صحته موصلة لغاية فين ماينفعش حد مثلا عنده ستين سنة اخليه لعب تمارين اول مرة زي واحد بيتمرن بقى له مثلا خمس ست سنين مش هقدر دايما بنحاول يعني لو هو رياضي من الاساس من الاساس مش هيبقى فيه مشكلة دايما بنلعب في نطاق اللي تسمح بيه صحتنا والمفاصل بتاعتنا دايما كبار السن بنضيهم تمارين اكتر لتزبط البالانس بتاعهم تزبط السترينس بتاعهم او القوة بتاعتهم اكتر من انا عايزة اضخم له والكلام ده هو مش محتاجه صحيح لكن انت بتنصح الناس ان هو يعني ساعة مدة تمرين ساعة من اربعين لستين ديئة ده انسى بحاجة ساعة كتير والله بيعدوا صدقيني لما بتوزعوا على التشخين والاجهزة وكده مضايق وقت مبين الاجهزة بصي اقولك على حاجة انا دايما بنصح الناس ان انا لو فيما قدرت ان انا اتمرن ربع ساعة بس احسن من ما فيش خالص عشر دقيق وانا بتمشى في الشارع احسن من انا افضل عيه وده بقى منهجي في الحقيقة ايو معنا كده عشر دقيق دول احسن من ما فيش مظبوط ده حقيق والانتظام طبعا اه طبعا الانتظام الاستمرارية هي اهم حاجة لازم كل يوم؟ لا مش شرط كل يوم مصحي اصلا ان انا اتمرن كل يوم الصح ان انا اتمرن خمس ايام اقصى حاجة وريح يومين ممكن يعني اقصى حاجة لو انا شخص بروفيشنل قوي ست ايام او اتمرن يومين وريح يوم يعني حاول حتى الايام اه بذبتا خلي فايصل اه خلي فايصل ما عنيش مشكلة عادية وبقى عامل حسابي في ان الوقت اللي انا رايح فيه الجيم او اي ان كان وقت التمرين بكون واكل كويس بكون نايم كويس عشان الاجهاد العضلي طبعا وبعدها كمان لازم اخد روح تانية روح سلبية بعد الجيم بعد الجيم طبعا لازم ارتاح مش هينفق ابقى بطمرن ومزبط اكلي وانا مسلا ساعتين في اليوم او ثلاث ساعة ده خلط جدا وخطر كمان مين يخص اسرع لو الاتنين مشوا على نفس النظام سواء بالنسبة للغذاء واو التمرين الراجل او الست الراجل عنده الحرق اعلى الحمد لله طبعا الراجل عنده الحرق اعلى فهيقدر يستغلي ده جدا طيب بالتوفيق والله ايش ازل مش محتاج اروح مش محتاج اروح كمت ان دوري نادر مدربة الفتنس واليقال بدنانا وارتينا شكرا اللي جدتك معي شكرا لي